بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في إحياء ذكرى يوم الهدنة والذي تنظيمه سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين في الحادي عشر من شهر نوفمبر تخليداً لذكرى الجنود البريطانيين وجنود الدول الحليفة الأخرى الذين فقدوا أرواحهم خدمة لوطنهم وكانوا ضحية للحروب العالمية الأولى والثانية والصراعات الأخرى وقد حضر مراسم أحياء ذكرى يوم الهدنة كل من سعد سيد سايمون مارتن سافير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والملحق العسكري البريطاني المقدم أندي برايس وعميد كاتدرائية سانت كريستوفر بوت والقص ستيفن ثانابول وقص البحرية الملكية في البحرين نايجيل بريتسلي وبدأت مراسم أحياء ذكرى الهدنة بدقيقتين صمت بعدها قام صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز بوضع أكالي للزهور على النصب التذكاري للجنود الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى وتقدم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بخالص التعازي إلى المملكة المتحدة مؤكداً معاليه أن يوم الهدنة يذكر المملكة المتحدة والعالم بمحنة إنسانية أليمة تفرض على المجتمع الدولي أن يتكاثف ويبذل من الجهد ما يمنع من تكرارها من جانبه أعرب سعدة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن خالص تقديره لحرص وزير الخارجية على المشاركة في هذه المناسبة ومعبر عنه معاليه من مشاعر إنسانية صادقة متمنياً لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والرخاء